الأقلام الملونة أخرج عادلاً علبة أقلامه الملونة ورسم أشكالاً عديدة لونها بألوان مختلفة وحين غالبه النوم وضع أقلامه قرب وسادته وقتئذ ثمع أصوات ضعيفة فاكتشف أن أقلامه تتحدث الأزرق صاحبنا رصام ماهر الأخضر رسومه زاهية الأصفر إنه يلون جيدا البني ألسيتم أنه يحسن اختيار الألوان وأنت يا أحمر فيما تفكر الأحمر نعم نعم هذا صحيح الأخضر الأخضر هل أعجبكم الخضير وأوراق الأشجار إن لونها جذاب الأزرق إنك تنسى أنه بدوني لن تكون لا سماء ولا بحر الأصفر الأصفر وبدوني أنا لا تكون شمسا ولا رمالا ولا سنابل البني ألسيتم لون الطربة وجذوع الأشجار وأنت يا أحمر ماذا لونت الأحمر لونت الطماطم البني ولم صرت قصيرا إذا الأحمر وكيف لا أصير قصيرا وأنا أسحح أخطاء عادل لو كان ينتبه إلى الصبورة لما صرت هكذا الأخضر واسكتوا ستوقظونا عادل أخضر أخضر